كتير قوي بقى فيه ناس بتيجي الصيدلية تيجي تقولك يا دكتور ايت باخد الاوجمانتين ومعدش بيجيب نتيجة زي الاول حد ييجي مثلا كان بياخد الاوجمانتين علشان يعالج له مشكلة الاسنان لو كان فيه باكتيريا الانفكشن في الاسنان تخف المشكلة بعد ما ياخد الاوجمانتين واحد كان بياخد الاوجمانتين علشان ابسس عنده او خراج عنده كان بيعالجه حد بياخد الاوجمانتين بعد عملية جراحية كان بيحميه من الباكتيريا الانفكشن دلوقتي يجي الصيدلية يقولك انا دلوقتي يا دكتور باخد الاوجمانتين ومش بيجيب نتيجة وهكذا في كتير من المضادات الحيوية خصوصا للناس اللي عندها احتقان في الزور كانوا الاول بياخدوا الاوجمانتين ويجيب نتيجة وكان كويس جدا حاليا معظم الناس يقولك لا يا دكتور الاوجمانتين معادش بيجيب معايا نتيجة ايه بقى المشكلة دي اقولك ده عنوان كبير جدا في المايكروبيولوجي اسمه الانتيبيوتك ريزيستنس ببساطة كده يعني ان الشخص اللي كان بياخد مضادة الحيوية ده معادش بيجيب معايا نتيجة زي ما كان بيجيب قبل كده برغم ان هو نفس الدواء اللي كان بياخده قبل كده السبب اللي خلى دواء زي الاوجمانتين او الاموكسيلين كلافرونيك اسد كمادة فعالة معادش فعالة زي الاول ان الناس بدأت تاخد الاوجمانتين ده بشكل غير صحيح زي انهم مثلا ياخدوا الاوجمانتين المفروض ياخدوا سبع تيام او الدكتور محدد لهم خمس ايام او عشر ايام المريض ياخد الدواء يوم والتاني يجي اليوم التالي يقولك بس انت حسنت خلاص كفاية انا مش بحب العلاج وتعالى بقى اقولك نقطة مهمة ان اخدت العلاج مسلا لمدة يوم او يومين يعني اربعة قراس والاربعة قراس دول في الغالب مش بيكونوا كافيين انهم يقضوا على كل البكتيريا اللي بسببها لك المشكلة فاللي بيحصل كالتالي انك انت اديت الاربعة قراس قضيت على معظم البكتيريا اللي موجود وتبقى جزء معين من البكتيريا لسه ما متش الجزء المعين من البكتيريا ده لانه حاجة حيوية البكتيريا دي مش حاجة ميتة البكتيريا ده كائن حي فبالتالي يبدأ بقى يشوف انت ضربته المرة اللي فاتت بالسلاح ده انت اعرضته المرة اللي فاتت او الاموكسلين كلافرونيك اسد و الاموكسلين كلافرونيك اسد بدأ يقضى عليه عارف بقى ان السلاح ده بيقضى عليه يبدأ بقى يتخذ الاجراءات الاحترازية ده يبدأ بقى يغير في شكله يبدأ بقى يحط حواليه حاجة معينة تحميه من يبدأ ما يقبلش بعد كده خلاص خد مناعة لانت بيوتك بتاعك ده تبدأ بقى طبيعي زي الفل تيجي بعد شوية المناعة ايه اول من مناعة يبدأ بقى كده البكتيريا تشتغل وتنشط تيجي بقى تاخد تاني علشان يقضى على البكتيريا دي خلاص تقولك لأ انا فهمت انت بتموتني ازاي انا خلاص خد الوقاية او الاحتراز بتاعي ضد الانت بيوتك فاذا كده البكتيريا دي اكس على معادش بيجيب معاها نتيجة ادي اول انت بيوتك معادش فعال ضد البكتيريا دي يعني العلماء غابوا كتير على ما اكتشفوا الانت بيوتك ده ويعدلوا عليه في لحظة واحدة كده انت ضيعت بتاعه والمشكلة مش في دي بس المشكلة ان البكتيريا اللي موجودة عندك دي معادتش بس بيأثر عليها عندك انت يعني البكتيريا دي لو انتقلت منك راحت لأي شخص تاني هياخد وبرضو مش هيجيب معا نتيجة ازا كده ما عادش مناسب للمنطقة كلها دي اول حاجة تاني حاجة بقى تخيل البكتيريا دي راحت لشخص تاني او ليك انت وبدأت تاخد لها مسلا زي اللي هو مثلا وما اخدتش الجرعة كاملة نفس المشكلة هتبدأ تحصل فيه وتمتد المشكلة لانت بيوتك والداني والدالت والرابع لغاية ما شوفنا بقى البان ريزيستنس وهي بكتيريا غير قابلة للعلاج باي مضادة حيوي موجود على وجه الارض ازا كده انت محتاج تختبر عليها علاج جديد من الصفر ودي مشكلة كبيرة جدا 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 تخيل البكتيريا دي انتشرت بكتيريا مقاومة لكل انواح المضادة الحيوي دي وانتشرت تخيل كمية الموربيديتي والمورتاليتي اللي هتعملها هتكون قد ايه تخيل مشكلة الانتي بيوتك اللي انت عملت طلعه في الصيدلية كل يوم دي هتكون قد ايه علشان كده خلي بالك اما تطلع الانتي بيوتك لازم المريض يمشي على الانتي بيوتك الكورس كامل وتأكد عليه على النقطة دي دي اول سبب من اسباب اللي هو ايه ان شخص مش بياخد الانتي بيوتك الفترة الكاملة او الكورس للنهاية تاني سبب ان الشخص بياخد الانتي بيوتك هو مش محتاجه يعني من اكتر الحاجات المشهورة حد عنده دور برد والبرد يا جماعة فبالتالي بياخد احنا عارفين الانتي بيعالك حاجة واحد اسمها ايه البكتيريا لكن الفانجاي والفيروس الانتي بيوتك ملهوش افكتة عليها لكن ناخد بالنا في الحاجات دي ما انطلعش انتي بيوتك في حالات البرد ما انطلعش انتي بيوتك من غير منقول مدة العلاج ادي ايه ان اكد على البيشن علشان مشكلة في اسباب كتير تانية جدا 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 ممكن تأدي ليه هتعرف سبب من اسباب تقدر تكتبها لنا في الانتي بيوتك مش مناسب للبرد وغير فعال ده ملهوش علاقة ده وده مش بيعالج فبالتالي كده انت بتدي علاج مش مناسب ولا هو محتاجه وبتسبب مشكلة اسمها فتاخد بالك من النقطة دي كويس جدا جدا واخد بالك في فرق بين الانفلوانزا ناخد بالنا من البرد والانفلوانزا ده غير ده في فيديو كنا عملناه بنقول ايه هو البرد وايه هو الانفلوانزا وده اه وده محتاج انتي بيوتك ولا مش محتاج انتي بيوتك وهكزا والفرق ما بين الاعراض بين ده وبين ده ممكن ترجع للفيديو ده في برضو كحاجة بسيطة كده عن الاتنين ده عارفنا يعني ايه ويه بعض اسباب الريزستنس وانتو هتكلملونا ان شاء الله في الاسباب التانية الكتير جدا جدا للانتي بيوتك ريزستنس تعالى بقى نقطة مهمة جدا جدا وهي ان زي ما قلنا يا جماعة الانتي بيوتك مش مناسب في حالات خصوصا اللي مشهور جدا 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 بنبدأ ناخده بالخطأ في حالات فعلا بنحتاج لها وخيره لكن ذات نفسه مش بنحتاج له انتي بيوتك طيب ايه بقى الحاجات اللي ناخدها في عشان تجي ليه في الاعراض اللي موجودة عندي اول حاجة احنا بنقول ان الرشادات العامة للبيشنت اللي هو يسترايح ويأكل اكل صحي ويبدأ بقى اه اللي هي المشروبات الدافية وغيره اه بالاضافة بقى لبعض الحاجات بقى السابورتب زي مسلا بندي حاجة تزيل الاحتقان زي او مسلا الحاجات دي سعيفها غالي جدا جدا يا جماعة نفسه غالي والسولفادول غالي جدا جدا اه حاجة برضو زي او البولمير او الفيزيومير ده حاجة علشان الاحتقان حاجات اللي زي فيه حاجات بتقلل الرشح والاحتقان زي والكاليست وغيره دي الحاجات انت يستمن وفيها صدق فطر عشان تضيق لك الاوعية الدموية فبالتالي تقلل الاحتقان اللي موجود في الانف والرشح وغيره دي حاجات سعرها غالي جدا وفعالة جدا لو حد محتاج حاجة كويسة في آآ للسيمتومز اللي موجودة وممكن تدي معاهم بقى مسكن او او ديكروفناك اي مسكن المسكنة دي عشان يهدي القلم اللي موجود وكده انتهى فيديو النهاردة لو عجب الفيديو ريتشتايك في القناة وتفعل زر الجرس ودوز لايك عشان المحتوى يوصل لللي محتاجينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته